هل يعلم الشيطان بمصيره الأبدي ومستقبله المظلم وهل له فرصة للتوبة وخاصة بعد أن صعد السادة المسيحة للسماء وجلس على العرش العظيم وخلص أدم وبينه من يده طبعا الشيطان يعلم مصيره الأبد أنه جهنم طبعا البحيرة المفتقدة بالنورة الكبريت حاسه إبليس وما لقيته طبعا يعلم وده كمان مكتوب في الكتاب مؤدس والشيطان عارف كتاب مؤدس كويس أوي من جلدة للجلدة وكان بيحابب مسيح له المجد منه فالشيطان عارف كوي مصيره الأبدي ومستقبله المظلم هو عايش في الظلمة وريد دلوقتي لأنه مقيد بسلاسل تحت الظلام مقيد الشيطان مقيد بسلاسل كمان والشيطان تلوقتي بيشوف لما احنا بنصلي على حد عليه روح شغير منهم الشيطان قد ايه بيتزل قدامنا وبيبقى خايف ومرعوب من الصليب ومن الصلاة باسم المسيح مجرد نقوله اسم الرب ياسوع بيخرجه فالشيطان عارف مصيره طبعا مظلم وعارف كل حال هل له فرصة للتوبة لا ملوش فرصة للتوبة ملوش فرصة للتوبة انا احكيلكو موقف حصل معايا اقنعني جدا جدا بنزل الجزئية ديني هل ليه فرصة للتوبة ملوش طبعا فرصة للتوبة لأنه كان عايش كملاك في حضرة الله وشايف مجد الله بعنيه وكان من المسبحين لله لكنه روح الكبرية دخلت فيه وقال اجعل كرسيه مثل كرسيه العالي اجعل كرسيه فوقه قواكب العالي الكبرياء ريكبه فربنا قرشه من قدامه فبقى اشتغل روح الشرير اما ملوش فرصة للتوبة لأنه كان قدامه الفرصة كاملة هو ادهى ظهره ما بيفكرش اصلا اتوه هو ما بيفكرش اتوه هاختم بديت عشان هي لزيزة جدا قصة لزيزة برة كنت بصلي على واحدة على روح الشرير فحبيت اتعب الشيطان شوية بالكلام فاقلت له قبل ما نخرجوا يعني بنعمل في المرأب فاقلت له حاجة غريبة يعني انت شايف ان احنا بشر كبشر ادي احنا المسيح له المجد يجي الله بنفسه جيه على الارض وتصلب بدلنا ومات بدلنا وقام ومع ذلك بنختي برضو بنعمل خطيئة لكن من اما بنتوب بيقبال ده بيقول خاطركم من الارضة اسكره بيقبال طب انت ليه مش بتتوب ما انت تتوب ما انت غلط قابة تم تتوب ليه مش بتتوب تعافل الشيطان رد علي اللي على البيت ده قال لي ايه قال لي رد مقنع جدا جدا قال لي يا اخي احنا غويين شر ما لك انت انا طبعا ساعتها اتحكت اه اه فعلا احنا يا اخي احنا غويين شر ما لك انت لأ تقول لها مش مالي انا بس مجرد بسألك تليه مش بتتوب يعني وانت رعفين داخلين جوهنة قال انت غويين شر يا اخي تخيلوا فده كان الرد بالنسبة لي مقنع من الشيطان نفسه يا حباب ربنا يسترى معانا وينجينا من فخه المنصوبة لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين